في السنوات الأخيرة بنتكلم على أهمية المباريات المرتقبة بالنسبة الأهلي أو زمالك فيما يخص أدوار متقدمة يعني بنتكلم في ربع نهائي سواء دوري أبطال أو كونفيدرالية بنتكلم في سيمي فاينال بنتكلم في نهائي القرن لكن نبقى موجودين في الجولة الرابعة من دور المجموعات من البطولة وإحنا في ليلة مرتقبة فده بسبب اللي حصل في المنشاطة اللي فاتت الزمالك ضيع نقاط كثيرة ولم يفز في أي مباراة من الدور الأول من دور المجموعات والأهلي تعثر مرتين متتاليتين مرة بالخسارة ومرة بالتعادل فهو كمان فقد نقاطا وبالتالي إحنا بنبدأ الدور الثاني من دور المجموعات وإحنا في ريالي مرتقبة فمعلش السنة دي إحنا بدئين التوتر بدري بدري ولكن كلها ما بين أقدام لعبي الفريقين الأهلي في الثالثة مساء أو عصرا بتوقيت القاهرة إن شاء الله هناك في الكونجو مع درجات حرارة عالية شوية مع ملعب غير ممهد شويتين لكن في النهاية أنت الأهلي أنت رايح عشان تكسب منافسك المباشر علشان تقلل حظوظه وترفع حظوظك وتقترب جدا من التأهل حتى وإن كان ببطاقة ثانية لأنه أول من تاني ما بيفرقش فيما يخص الأدوار المقبلة فبالتوفيق للأهلي إن شاء الله وبالتوفيق لرجال بيتسو موسيماني هناك